اشتركوا في القناة وهو طاح احنا ما سمعنا الصوت طاح من عدة شوية وما سمعنا الصوت بعدين طاح كله وطلعنا من المدرسة ودرسونا بره وصف الثالث فطر وإحنا طلعونا بره ودرسنا وحطونا بالحديقة منذ عام 2019 اعتبرت تربية ذيقار هذه المدرسة غير صالحة لدراسة فيها وإنها أيلة للسقوط لكن عدم وجود البديل وتوقف الحلول الحكومية أجبر الأهالي على إبقاء أبنائهم فيها نعم الوضع كان خطر طبعا 100% الوضع اللي انشار خطر وكان البناية آئلة للسقوط يعني البناية مثل ما تقول طلعت عليها لجنة وطلعوا من التربية عليها لجنة وشافوا الوضع مالته يعني بالنسبة لنا احنا طالبنا وناشدنا أنا كولي أمر يعني الطلاب بالمدرسة وناشدنا وقلنا ووضحنا ودزينا كتب مذكرات دزينا وما يثيرهم تعاض الأهالي هو قيام التربية ببناء مدرسة كارفانية والتي افتقدت لأبسط المقاومات حيث لا يمكن للتلاميذ البقاء بها وبذلك أصبح البديل أسوأ من المدرسة نفسها طلعونا من هذه المدرسة وهذه المدرسة ما صالحة حتى الكارفانات ما صالحة التدريس حتى الكارفانات هم تعبانة ما صالحة احنا رمعتهم يبدونا مدرسة جديدة يعني مدرسة واسعة وتشوفها المدرسة كلها تعبانة ما تصطح ولا هاي الكارفانات هم يصرح هم تعبانة هاي الكارفانات شو نحص الكارفانات والله الكارفانات أولا مو جدة جنة هسا يعني استخدمات مو ذاك يعني الخاص بالصف يعني كامل لا كربا لا موجود بالكربا يعني نقص وشوف الحال يعني تحت هذه السقوف الخاوية يعيش التلاميذ يوميا في هذه المدرسة قصصا مرعبة نتيجة لتساقط جدرانها وسقوفها بين الحين والاخر بينما تلتزم الجهات الحكومية الصمت المطبق لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ديقار شكرا